صدمة كبيرة جدا ابراهيم بيتهموه بتهمة الاتجار في المخدرات وبياخدوه على المخفر وبيحاول فراس انه هو يساعده ويستعلم على التفاصيل دي ويشوف له محايم كبير علشان يوقف معاه وطبعا الناس كلها مش بيصدق اللي حصل لابراهيم ده لانه راجل معروف انه شغله سليم وانه هو سمعته كويسة جدا في السوق وطبعا فراس بيلوم عن نفسه لانه هو سبب في كل اللي حصل بس طبعا من غير قصد ما كانتش يعرف انه ممكن الشركة دي تعمل فيهم كده تعالوا انشوف المهم في احداث المسلسل وهما ابطالنا زين وصارة وقرب صارة بتروح دايما علشان تزور قرب بسبب ظروف الصحية بتهتمي بيه وبتعتني بيه وبتكون يعني جنبه وقت طويل علشان يعني ظروف الصحية وهي طبعا قلبها احنين جدا عليه وبتقف جنبه في الظروف دي وهو كمان بيكون مبسوط لما بيكون معها بتحاول كمان صارة تخرج قرب من الحالة النفسية اللي بيعاني منها علشان كده بتقرر ان هي تاخده ويخرجه شوية كده بره اما بالنسبة لقرب بيتواصل بعد كده مع مية ومية بتلومه لانه ما تواصلش معها ابدا ولا سأل عليها كل الفترة اللي فاتت دي ورغم ان هي جاية جديدة من اسطنبول الى انه حتى ما زقلش عنها وساعتها بيقولها معلش كنت مشغول شوية ويبرر طبعا موقفه ده زين بيروح لمنزل كرم وبيدور بينهم حوار والحوار ده بيشتدي جدا ندركة ان هما بيتعاركوا مع بعض وبيتخانقوا ويكمان يعني بيتخانقوا جامد مع بعض وزين بيكون مسكوا جامد كده ويعني عايز اضربوا زين في البداية بيسأل كرم عن اللي بينه وبين سارة وطبعا ساعتها بيقوله انت ليه بتسأل وعايز ايه تاني من تسيبته بعض بيزداد النقاش حدة وطبعا زين بيوجه اتهامات جديدة لكرم ان هو خاين وان هو كان عارف بعلاقته وصارة ومع ذلك حبها ودى النفس الفرصة ان هو يحبها مش بس كده تلكمان كانوا بيتقابلوا هنا في السر وده البيت اللي انتوا اغدينه علشان تتقابلوا فيه وكلام من ده طبعا وكانت اتهامات حدة جدا بين زين وكرم وزين طبعا كان متعصب كتير زين بعد ما خلص الكلام مع كرم قال له بدك تضل مع سارة اخدها لكن بوعدك كل مرة بتنظر لها لن ترى غيري كرم طبعا رد عليه بعصبية جديدة وطرده من بيته وطبعا يعني كلنا شفنا ازاي الاصحاب بدأوا ان هما يتغيروا من ناحية بعض بسبب سارة وخلقة جبيرة جدا حصرت بينهم ومشدة يعني كبيرة جدا كرم بيتصرف بخصوص الديون اللي على نديمه بيروح وبيدفعها وحنشوف بعد كده لما نديم بيرجع وبيقول طبعا لكرم بيلوم عليه ليه دفعت الديون دي وحيقول له ان احنا يعني مفيش بنا حاجة احنا اصحاب وكرم طبعا يعني حيكون يعني عايزي ساعد نديم وحياة هتشكر كرم على انه وقف جنبهم في الفترة دي وبعد المشاهدة الكلامية والخناقة اللي حصلت بين زين وبين كرم منلاقي ان كرم بيترد زين من بيته وده طبعا بعد الخناقة الكبيرة اللي حصلت بينهم بسبب صارة المسلسل مأخوذ من مسلسل تركي اسمه يبقى الحب وبيحكي عن قصة ارمالة شابة بعد وفاة جزها بتعاني الكتير من مصايب الحياة زي مرض ابنها اللي بيحتاج فلوس كتير جدا وبتحاول انها تطلب المساعدة من الجميع لكن الكل بيرفض مساعدتها إلا زين وده شركة موازيك فبيوافق على ان هو يديها المال لكن في المقابل ان هو لازم يقضي ديلا معاها ويتوافق طبعا تحت الضغط ان هي تعمل كده علشان خاطر الفلوس زين لما بيعرف ان هو عمل كده بيكون طبعا يعني ضمير مقنوب جدا وبتنشأ قصة حب بين الثنائي وطبعا بيقابله كتير من المشكلات وبيواجه المشكلات دي والعمال مكتبس من المسلسل تركي ويبقى الحب ألف ديلا وليلة اللي هو يعني شهر زات والعمال من بطولة بس الخيات ورزان جمال ويصارة أبي كانعي شكرا